بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم الدرس السادس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونهنئكم بقدوم شهر رمضان شهر البركات والخيرات والنفحات شهر الصيام والقيام شهر التوبة والاستغفار شهر الإحسان شهر كله خير وكله فضايل وكله أعمال صالحة جعله الله موسما للمسلمين يتكرر عليهم كل عام قال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال صلى الله عليه وسلم صلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر إنها فرصة عظيمة ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينوه بفضائل هذا الشهر وينبه أصحابه قبل قدومه من أجل أن يستبشروا به ويفرحوا به ويستعدوا له ويغتنموه فيما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى فهو شهر أنزل الله فيه القرآن وهذا يدل على فضله حيث خصه الله بهذه الخاصية دون غيره من الشهور قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وهو شهر أوجب الله صيامه قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وهو شهر سن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم قيام لياليه فقال عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة قال عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فقيام هذا الشهر بصلاة التراويح وصلاة التهجد في آخره أمر مرغب فيه وكذلك من فضائل هذا الشهر أن الله خصه بليلة هي خير من ألف شهر كما قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر قال سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة وهي ليلة القدر سماها الله ليلة القدر لعظم قدرها أو لأنها تقدر فيها الأمور التي تجري في السنة كما قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم ثم قال ليلة القدر خير من ألف شهر فمن اجتهد في هذه الليلة بالأعمال الصالحة وتقبله الله فإنه يحصل من الأجر والثواب على خير من على خير ممن عبد الله سبحانه وتعالى في ألف شهر وهذا فضل عظيم وثواب جزيل فيجب علينا جميعا ويتأكد في حقنا أن نستغل أوقات هذا الشهر بالطاعات والقربات نحيي ليله بالصلاة ونصوم نهاره ونتقرب إلى الله فيما بين ذلك بذكر الله وتلاوة القرآن والتوبة والاستغفار والجلوس في المساجد والاكثار من ذلك حتى نحفظ صومنا وحتى نعبد ربنا كما كان السلف الصالح يقبلون على العبادة في هذا الشهر أكثر من غيره فكانوا فكان العلماء يتفرغون من طلب العلم وحلق الذكر ويجلسون في المساجد يتلون كتاب الله سبحانه وتعالى وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف فيه حتى يتفرغ لعبادة ربه عز وجل وينقطع عن الشواغل وكذلك مما يجب التنبيه عليه أن يحترم المسلم هذا الشهر وأن يقبل على ربه عز وجل ويترك الغفلة والكسل والخمول فإن بعض الناس يتخذوا لياليا هذا الشهر للسهر والضحك والعبث أو للتجوال في الأسواق ورجالاً ونساء يخرجون إلى الأسواق فيحصل ما يحصل مما لا يجوز والنظرات المحرمة وهذا انتهاك لهذا الشهر ثم يضيفون إلى سهرهم بالليل في رمضان على هذه الأعمال السيئة يضيفون إلى ذلك أنهم ينامون في النهار ويضيعون الصلوات الخمس فلا يصلونها مع الجماعة أو يؤخرونها عن أوقاتها فلا يصلون إلا إذا استيقظوا آخر النهار أو يصلونها في الليل وهذا عمل هذا عمل باطل وهذا تعطيل لهذا الشهر بل هو تعطيل لفرائض الله سبحانه وتعالى كذلك على المسلم أن يحفظ لسانه من الكلام المحرم ويحفظ بصره من النظر المحرم ويحفظ سمعه من السماع المحرم فلا يتكلم بالكلام البذيء والكلام الفاحش والسباب والشتم وغير ذلك وكلام الهزل الذي لا فائدة فيه ويحفظ نظره عما حرم الله فلا ينظر إلى النساء ولا ينظر إلى الصور الماجنة ولا ينظر في الشاشات التي تعرض الصور الخليعة من محطات العالم المتماجن فإن الصيام ليس مجرد ترك الطعام والشراب وإنما الصيام هو ترك كل ما يبطل الصيام أو ينقص ثوابه من الأكل والشرب والجماع وكذلك الأمور المحرمة التي تحرم على الإنسان في كل وقت فإنه يتجنبها في رمضان أكثر من غيره لأنها تؤثر على صيامه وتبطل ثوابه فيكون صومه تعبا بلا فائدة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لاغتنام هذا الشهر وأن يمكننا وإياكم من الأعمال الصالحة فيه وأن يتقبل منا ومنكم وأن يعفو عن تقصيرنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ترجمة نانسي قنقر